رح نبدأ الحين الدرس رقم تسعة وصلنا في المرة اللي راح تشوفنا هذه الحاسبة او الانلاين كالكوليتر اللي تحسب لنا بالضبط كم سعرات الحرارية اللي احتاجها عشان احافظ على وزني عشان وزني ما يزيد ولا يكل طيب نفترض ان عندنا مثال يعني لو عندنا يعني سيدتين رباط منزل وعندهم نفس الوزن ونفس الطول ونفس العمر نقول انهم توأم يعني احسن عشان هم متشابهين تماما يعني بس في واحدة منهم هي اللي تنظف ما عندها خدامة وهي اللي تسوي اشياء البيت كل اشياء البيت تنظف تكنس بعدين تمسح البيت تشيل الاغراض تسوي كل اشياء البيت يعني وفي الثاني عندها خدامة وتقوم بجميع الاعمال الحين لما نجي نحسب سعرات الحرارية يعني مثلا لو هذي تقارن يعني هم مثلا تقولها انا اكد كده وكده وتشوفنا وزنها ما يزيد الثاني يتقل نفس الكمية مثلا وزنها يزيد طيب ليش لاني هذي يعتمد على زي ما قلنا اول او معدل النشاط او معدل الحركة يعني في هذي فهذا يساعد على انها تحرق سعرات حرارية يعني هنا انا بس هذي فيه صريقتنا لوزا بنسوي لها يعني مثال عشان نتهل الامور لوزا عمرها 36 سنة ووزنها 71 طولها 163 وضيفتها ربت منزل وما تحب تتحرك يعني بس تقعد وتشوف تطالع في التلفزيون يعني الجوال شوية وكده وتنتقل من تويتر لانستغرام لمودروين وبس يعني وتشرب قهوة ومستنسة طيب شو تسوي نبغي نعرف الاحتياج لوزا كم تحتاج سعر حرارية هنا جينا على الكالكوليتر اللي رحنا لها ذاك اليوم مثلا حطينا ميل والله في ميل ستة وثلاثين عمرها بعدين وزنها 71 بعدين الهايت 163 اخترنا لها اكتيفيتي سيدنتري او اوفيس جوب يعني ما تتحرك كده مسترخية فطلع لنا كم المفروض تاكل في اليوم عشان ما يزيد وزنها بس عشان يعني تأدى الوظاقة الحيوية هذي شوفوا هنا هذي التي دي اي هذي اللي بس تحتاجها عشان مع حساب انها تتحرك شوية يعني اونا سيدنتر لافستايل 1865 بس الاشياء بدون الاكتيفيتي فاكتر 1388 يعني لو هي ما تحركت اصلا اصلا ولا سوت ولا شي في الحياة جسمها بيحرق لحالها 1388 بس لو تحركت شوية يعني مع انها سيدنتر لافستايل حسبناها هي بتحرك في الحقيقة 1865 كالوري فاحنا لازم نعرف الفرق بين البيسيك ميتابوليك ريت والتي دي اي اي يعني تي دي اي اي يحسب معدل الحركة من ضمنهم يعني بس احنا بشكل عام نعتمد على هذه لان احنا بنتحرك لازم بنتحرك يعني طيب احنا عشان نخسر وزن الحين وصلنا لمرحلة احنا نبغى نخسر وزن يعني عرفنا كل الاشياء اللي قبل عرفنا انا وين يعني انا نحيف سامين مادر وين باني عرفت كم سعرات حرارية اللي احداجها طيب كم كيف ابدأ اقلل السعرات الحرارية عشان نخسر وزن احنا عارفين ان السعرات اللي احرقها لازم تكون اكثر من اللي اكلها يعني اللي اكلها شوية واللي احرقها اكثر يكون هم يقولوا حسب الجمعية الامريكية في عدد سعرات الحرارية المقتطعة لوزن بشكل صحي لا يجب ان يزيد عن خمسمائة الى سبعمائة كالوري في اليوم يعني انا اقلل مثلا انا المفروض اكل بس الفين كالوري في اليوم فعشان ينقص وزني اكل الف وخمسمائة المنموم اللي اكلها الفين ناقص سبعمائة صير الف وثلاثمائة ما اقلل عن كده لانا لو قلت عن كده بتخترب الامور ففي الاسبوع المفروض يقل معدل ثلاث الاف وخمسمائة كالوري يعني ما يقارب نص كيلو يعني المفروض الحمان ينقص اكثر من كيلو في الاسبوع وفي الشهر اربعة كيلو طيب ليش ما يصير كده لانا بعدين بندخل في صالفات الجسم بيقاوم الوزن لانا يحص انه دخل في الستارباشن مود الستارباشن مود يعني انه يحص انه قاعد ينزل وزن فهو بيخاف على نفسه لانا ليش انا انزل كده بدخل في مجاعة فلازم احافظ على الوزن فيقوم يقاوم انه ما ينزل وزن هذي استراتيجي عشان يحافظ على الجسم على وزنه طيب تقليل السعارات لخسارات الوزن الهدف من الخسارة البطيئة هو خسارة دهون اكثر خسارة عضلات اقل والتمكن من الوصول الهدف بطريقة صحية متوازنة وتعطي نتائج على المدى البعيد لانا دهم يقولوا ايزي كام ايزي كو ليجيب بسهولة بيروح بسهولة فلانا لوزنت سويت رجيم الماء والله رجيم مادرش شنو هذي اللي يقولوا عليها رجيم العناب بيخسر لي مادر كام كلهم ماي وعضلات في اسبوعين اه بعد اسبوعين انا بمل من هذي الحياة وبرجع ازيدهم منتكلم بعدين على هذي الاشياء بس هذي بشكل عام يعني ونكمل باقية الاشياء في الدرس الجهة ان شاء الله